اشتركوا في القناة وبدأت بذلك الأجنبي القابعي في قم اليانس هناك مترضخ في قم هو اللي حرك وهو اللي بدأ ويبنى الدلائل ويبنى البراهين ويبنى التحليلات ويبنى الكلام مؤاني غير أيضا من الكتاب من المقدم البرامج من الوطنيين المخلصين أنا كتابت فوق ألف مقالة يومية لحد الآن من سنتين ونص في هذا السيار دائما أقول أن هذه مؤامرة يعني المشير الله يحفظه خليفة بن أحمد شيخ خليفة بن أحمد قال اللي في الفخ أكبر من العصفور العصفور هو البحرين واللي في الفخ يبنى صدونه أكبر من البحرين الخليج العربي كله إذا دخلوا البحرين وقلنا ذي ميرارا وتكرارا إذا دشوا البحرين هي المفتاح اللي بيفتحوهم بالطريج إلى الخليج العربي بدءا من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الله يحفظها من كل شر وسوء وهو 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 وبينتقلوا كلام قلناه إيه لساو إيه تفلسفون إيسيح وتمدد علي بورده وما ندري من المسوي وهذاك حبيبي خليل حبيبي خليل أحيش بتقول له المهم إيه لساو يقولون هذي كلام فاضي هذي كلام خيالي هذي كلام تألفونا هذي كلام تحطونا ما في أدلة بسيوني قال بسيوني ما قال وتمينا معاهم في معايا ومعارك على هالبسيوني إحنا نيب أدل لنا ما قال ما في تدخل إيراني قال وقال وقال وقلت عشرين ألف مرة وهم ليه الحين يا مالبعفة عين جازح باشطة لا تستحي تقول لهم هذي اللي قال بسيوني يقولون لك لا بسيوني ما قال قال ما في تدخل وارد واقول بسيوني ما قال ما في تدخل قال ما في إثباتات وقلناها عشرين ماللتكم عزائي المشاهدين شا سوي يعيدون وزيدون الآن هذي بعد بتقولون الأهرام ما قالت هاي الأهرام جريدة الأهرام المصرية معروفة وكلين يعرفها فيكم وكلين شايفها مقبل لا يولدونها وهي تصدر أكثر من مئة وعشرين سنة تصدر جريدة محترمة من فيها بنحط الحين حطلي حطلي وانا بقول بس نظارة الحين وباقرة اللي قاله رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأسبق اللي خدم في عهدين هاي مثل وزارة بوزارتين هاي بعد خدم في عهدين خبرونا وزارة بوزارتين خدم في عهدين عهد الرئيس جورج داباليو بوش وعهد الرئيس كلينتون ريال مبعادي على الأقل إذا قال ريال في البنتاجون وأهم حتى من وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قال أجهزة الاستخبارات الأمريكية حط الكلام قادة حملة ضد البحرين التي أرهقتها الثورات وإن أمريكا ظنت أن البحرين ستكون لقمة سائغة ومن شأنها أن تكون بمثابة المفتاح أنا بعد رايح قايل اللي أقول ولا سامع البرنامج بعد يعرف هو بالشعب هذين هكو قال المفتاح والمفتاح عند الحداد والحداد قاعد في قم والعروس هني قاعدة فوق الدوشك تعرفون ها حمامة نودي نودي سلمي على سيودي هذي يب يعرس وما ليش يقولون هاي المفتاح البحرين هي المفتاح قالها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأسبق وأن عاهل البحرين هذي أيضا هيئة الأركان الشيخ حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه أحبط المؤامرة عام 2011 هالكلام موجود في الأهرام ما قريتها لكم أنا من الصحف البحرينية علشان تقولون فابركات كاهي الصحف البحرينية كلها بس بنزلها لا أنا قريتها من الأهرام المصرية وانشرت أيضا جريدة المصر المصرية وقدموا في برامج كثيرة إذن قاعدين الآن تطلع الحقائق الحمد لله والشكل الله الكريم على لسان أمريكيين مسؤولين هذا الأمريكي ليس عادياً رئيس هيئة الأركان بقوات المشتركة الأمريكية في البنتاجون له علاقات له نشر هذا الكلام سابقاً وعادت نشرة إحدى الصحف الأمريكية في واشنطن مؤخراً يوم الخميس ثلاثة تسعر شهد شاهد من أهلها شهد شاهد على أوباما شهد شاهد على إدارة الأمريكية ننشوف أوباما تلمو الثاني وقال عنكم ومنكم أثر الريال الدس والرأس صغير بينه ومن بين سيدكم ومولاكم في قام ومن بين ربعكم ومن بين خماتكم ومخطط مع السفيرهم هني سفيركم أحين سفير الأمريكية إنها سفيركم يا الوفاق أنتو يمثلكم ويوجهكم ويوديكم وييبكم يقولون بتسوون مظاهرة حق أوباما بتأيدونا قال لكم السفير ما نري صجروا شاذب أنتو نفيتوها والله تنلقى فيكم تنلقى فيكم أنتو بعتوا نفسكم للأجنبي من زمان مبتوكم أحين بتنكرون بتطلع الحقائق التدخل الثاني من إيران اللي قثتنا يا أخي بس كتوا أنا بيمر سبوع للإيرانيين للملالي ما يبون طاري البحرين برنامجهم مع جيهان هذيك كل يوم خذلة تدرون من المتال من قبل الانقلاب إلى اليوم ما بموقف برنامج فيه جهاز رسمي فضائية رسمية احتجيتو على البحرين تلوزيون البحرين برنامج سعيد الحمد فيه ورسمي ووجهة نظر ما حدي تحكش في تلوزيون البحرين لقلتو رسمي ولوجهة نظر ضدني وهذه سيدكم وسيد أسيادكم زخلنا ذاك الأسبوع طلعت لنا أفخم وهالأسبوع طلع لنا عبد اللهيان تخبرونا هذي عبد اللهيان يعالها إن شاء الله ليان شو قل عبد اللهيان حسين أمير عبد اللهيان هذي مساعد الخارجية الأمريكية الإيرانية الأمريكية كلها واحد يقول إن البحرين إحدى القضايا المهمة لإيران ويقترح كما هو المقترح المرفوض من البحرين حكومة وشعبا بأن إيران مستعدة تساعد في الحال نولي الفرش حمي يا عبد اللهيان انتاو نعطيكم فرصة يا الإيرانيين يا أهل قم يا أهل المؤامرات يا أهل الفكر التوسعي في البحرين نعطيكم فرصة الجشون مبينه ونبين ربعكم تحلون المشكلة شو تساوون فين يعني أنا ما قد شفت ندخل ضيب بعد في بيتنا ونقول لها تعال حل 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 مشكلة الوفاق معان نولي الفرش حمي وراء وراء ينين لو استخفين والله لو تعرضون المساعدة في الحل ليلكم ونهاركم وصبحكم وعصركم ما عطيناكم فرصة للحل نرفض أن تتدخل إيران الحالية في حل مشكلة البحرين أنتو تبون الدشون بجيوش كام أنتو تبون البحرين أنتو تلحين تسمون البحرين ما المو مب مني ولا بمن عندي بايب لكم الأستاذ الدكتور عبدالله النفيسي كلكم تعرفون أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الأسبق وبجامعة الإمارات والنائب البرلماني السابق والباحث في الشعن الخليجي معروف له لا تعرفون النفيسي حط التغريد مالة الدكتور النفيسي كتب يقول عندما كان روحاني رئيس الشؤون الخارجية في مجلس الشورى قال لي أن الساحل الغربي في الخليج هو لنا روحاني يقول الساحل الغربي في الخليج لنا وليس لكم فيه حق يحاتي عبدالله النفيسي الدكتور عبدالله النفيسي وسوف يعود إلى رحمي بلادي فارس انتهين انتهين هذا روحاني لما كان في الشورى لا تقرأ تكون لنا على طبول روحاني 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 معتدر روحاني في النص روحاني روحاني مع الأمريكان وهي موضوع آخر نمى موقفكم من البحرين يا إيرانيين هو موقف ثابت وهو التوسع واحتلال البحرين هل اعتبار أن البحرين جزء من إيران ولا تعترفون لا بأمم متحدة ولا بإرادة شعبية ولا بحق تقرير المصير الذي اختاره شعب البحرين سنة 1971 عبر الأمم المتحدة وعبر التصويت وعرفين القصة كله فلا تقعدوا تفلسفون لنا الأمور لا تقعدوا تفلسفون لنا الأمور ولا تقولون يا وفاقيين ويا مرجعية وفاقية كل واحد ما تمت عمامه أكبر منه وأعراضها واسمانه اللي حطها على راسه وحالف وتولف لنا إن إيران ما تتدخل وإيران والله العظيم وإيران وذاكوذي وحلفون تحلفون على القرآن تحلفون بالله العظيم وإنتوا جذابي إيران ما تتدخل إيران ما لها أطماع إيران مب معاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله حطلي فاصلي أخو